وانا مبدأ معاك وابدأ معاك بالاخبار السعيدة وهي عودة كابت محمود الخطيب بسلامة الله الى ارض الوطن زي ما قلتلكم بارح وحضر اليوم الجامعية العمامية للنادي الاهلي اللي هي عاملة ميزانية تاريخية تاريخية بكل المقاييس اللي اقول اسمك حاضر اللي عملت اقول لايك واقول حاجة اول حاجة الميزانية اتنين مليار اتنين مليار والفائد تلتمية اتنون وعشرين مليون جنيه الفائد تلتمية اتنين وعشرين مليون جنيه في ميزانية النادي الاهلي والميزانية اتنين مليار النهاردة كابتن الخطيب حضر الجامعية العمامية وربنا يشفيه ويعفيه وبقى فيه تفاصيل في الميزانية والمنشآت والحاجات اللي حصلت في مقر الجزيرة ومدينة ناصر والشيخ زايد والتجمع ومرسى مطروح ومصف مارينة وقرة القدم وكل الحاجات الحلوة دي ويبقى ان الكابت محمود الخطيب والطير الرجال والطير كل حاجة واضحة في الميزانية مجلس ادارة يسير بخطة محترمة وفق قيم وتقاليد النادي الاهلي ما عندهش هزار ولا عنده بتاع ده مش عزبة يعني مش عزبة بتدار وفق رغبة البعض واهواءهم ماهاش عزبة ماهاش عزبة يعني زي ما مش عزبة يعني اهلا بك حسان الهنيدي من السوية وبالتالي اللي همنا ان الكابت الخطيب حضر النهاردة واللي همنا اكتر ان هو يعني الحمد لله حالته متحسنة بعض الشيء لكن قد يسافر الى امريكا للعلاج باذن الله في الفترة القادمة هيروح فرنسا بعد اسبوعين تاني وحكاية ورواية يشفي ربنا ويعافيه ويحفظه لكل المصريين بل لكل العرب كقدوة واخلاق كقدوة واخلاق كقدوة واخلاق ما يهمنا دائما هو القدوة والاخلاق وما يهمنا دائما اي لعيب ممكن يبقى حسن لعيب في الدنيا لكن في الاخر ممكن يبقى قدوة سيئة ما يبقاش نموذج الناس تحبه لكن احنا عاوزين النموذج اللي الناس تحبه وتقلده فالميزانية النهاردة الفائد ده فائد تاريخي وظهور كابت المحمود الخطيب بعد عودته من فرنسا ورجع فجر اليوم بسلامة الله وكان يعني انه يروح ولا مايروحش كانت الناس الآن لكن كان الغالبية بتوقع عدم تواجده لكنه حرص على التواجد وحرص على ادارة الاحداث داخل الجمالة الممية وتناقش في كل شيء باحترامه الشاكة ورقي مع كل الاعضاء كشركاء في الناس ويا محمد يابراهيم يا محمد يابراهيم قولي الاهل فو الجميع ماشي لكن لا عزاء للبسكليتات والنابي ما تودوني يا متل البسكليتات النهار انبارح لقيت الطايم لاين كله والتعلقات عنده كلها صور للبسكليتات لحد الراجل بتاع الصين حاطت لي بسكليتات أنواع مختلفة وعاجات مختلفة ابعدوني أنا عن منطقة البلسكليتات بالله عليكم روهايدا روهين روهندا مصطفى بدأ من بنوزيف اهلا بك يا روهندا فإحنا ده اللي احنا عاوزينه وهو أن من يختار لإدارة أي نادي ليس لا يحول المؤسسة إلى ملكية خاصة ولكن هو بينوب عن الجمعية العمومية المحترمة لإدارة النادي يعني هم اختاروه لإدارة النادي نيابة نعم مش وعلا كلنا هندية فبنختار مجموعة محترمة وفقا للقواعد القانونية والاحترام لهذه الأمور فالله بس الله سيدنا محمد كلنا فرحانين بهذا السلوك اللي بيدرب بين النادي الأهلي القدوة والمثل لكل الأندية كأعظم نادي مصري وأعظم نادي وأفضل نادي أفريقي نادي القرن في أفريقيا جنوب أفريقيات متقدمة على غانب هدف يعني الأهلي دايما بدي للناس نموذج وخدوة كده يعملوا إيه ويسووا إيه ويحترموا الجمعية العمومية إزاي ويقدروها إزاي وتعاملوا معها إزاي مش جمعية عمومية تختار نادي برئيس نادي وييجي يقولك لا وشوفوا مينة مينة بيقول لي بلاش بسكليتات ومليل بتاع كله بسكليتات دا كلام دا كلام اللي أنا عايز أقوله تاني دا بالنسبة لي موضوع الله وسلم حمد بالنسبة لموضوع الجمعية عمومية النهار دا حمد فتحي رجع برضو بسلامة الله اللي هو القطع في فروبات الرجبة أو غضروف الرجبة فربنا يشفيه يا عفي إن شاء الله وربنا يشفي أيضا محمود عبد العزيز وشفي جنش وشفي محمد محمود وشفي كل نجومنا المصابين في هذا الأمر لأن دول ربنا حباهم بموهبة وحباهم بنعمة بنتمنى نشوف المتقلقين ومبدعين في ملاعب قرة القدم طيب مبارح قلتلكوا على موضوع وقلت أنا مش هتكلم فيه دلوقت جات لي تليفونات كتيرة جدا يا أونكل إحنا ما تعودناش منك إن كيبق عندك معلومة وتخبية الموضوع هو أن تلاتة من نجوم نادي الزمالك تلاتة من نجوم نادي الزمالك الكبار والأفزاز سألوا مسؤولين في النادي الأهلي هم أو وكلأهم بعضهم بنفسه والبعض عن طريق وكيله عن حقيتهم في فسخ تعقدهم مع نادي الزمال خدوا المعلومة واللي عاوز يسأل ورايا يسأل وعاوز يدور ورايا دورها لما بقول بقول معلومة مؤكدة ولما قلت مبارح قلت بلاش عشان إيه مش عارف إيه لكن الواحد ضميره بينقح عليه تب بلاش ليه ما هو الزمالك ده نادي كبير ونادي عظيم مش معنى أنه موجود دلوقتي واحد بيديره بهذا الشكل مفتري أو جبار نسيت حاسبا عليه صحيح اللهم إنا نسألك في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك أن تنتقم لنا من مرتضى منصور ومن عوانه ومن ناصره على ظلم فأنت حسبونا ونعم الوكيل اللهم أجعلها ساعة إيجابة يا رب العالمين بإذن الله ساعة الجمعة المباركة دي قبل هوت بين العصر والمغرب إن شاء الله بإذن الله تبقى ساعة إيجابة فالمهم أنا ما ينفعش أبقى عارف معلومة ويقول لا مش عارفين وكلام من ده ناس كلموني يقالوا لي يا وانكل مش أنت اللي تبقى عارف حاجة وتقول لا مش أقول عشان كذا وعشان كذا الحكاية إن عدد من اللعيب ينادي الزمالك تلات لعيبة سألوا في اتحاد الكورة منهم من سأل مباشرة ومنهم من سأل عن طريق وكيله عن حقيتهم في فسخ عقدهم مع نادي الزمالك بسبب عدم حصولهم على مستحقتهم ومنهم اللي ما حصلش على مقدم عقوده والليحة في اتحاد الكورة بتقول اللي ما يحصلش على شهرين يفسخ عقد اللي ما يحصلش على يعني التالت يفسخ عقد خلاص يبقى حق عقده يفسح تلقى ايه اللي انا عارفه ان الناس في الزمالك ما بتوصلش للمرحلة دي لكن فيه لعيبة بتنيم الدنيا بتنيم الدنيا عشان ايه عشان توصل للمرحلة دي انا بنبه ادارة نادي الزمالك وبنبه المسؤولين في نادي الزمالك يا عمر ما تزعلش يا عمر يا عمر انا قلتلك قلتلك لازم اقول يا عمر ما ينفعش عشان ياخدوا باله تلات لعيبة سألوا في اتحاد الكورة عن حقيتهم في فاسخ عقود واخدوا المفاجأ المفاجأ ان المسؤولين في اتحاد الكورة قالوا لهم بعض شهرين تفسخ عقدك لو ما خدتش حقوقك شهرين تفسخ عقدك تيجي التالت تفسخ عقدك على طبع لاحت لاتحاد الدول وقلوا شهر فلانا عاوز اقوله هنا ان اللي عايبة عايز ترسخ عقدها لانا ما بتحصلش على المستحقة منهم نجم كبير جدا منهم نجم كبير جدا الفترة اللي جاية دي هيقعد يقول ايا وسط وايا رجلي وايا بطني وايا مش عارف ايه مش عارف زيها بقول لكم معلومة بقول لكم معلومات تلات نجوم بارزين من نادي الزمالك ما حصلوش على حقوقهم ولا مقدمات عقدهم سألوا في اتحاد القورة عن احقية اجراءات فسخ عقدهم لعدم حصولهم على مستحقات لو قدرت نادي الزمالك بقى معها فلوس تدفع له وتدفع للفرقة كلها لان دي لوايح واللعيبة دي مؤسرة جدا مؤسرة جدا مؤسرة جدا ونجم كبار وسألوا مسؤولين في اتحاد القورة وكلاءهم راحوا لاتحاد القورة وسألوا وتأكدوا عشان اللعيبة يا راي محمود شفت المحمود بقول لها اتمنى تقش في مكة عندنا ونزوجك نعمليه دلوقتي يا عم أمر الراجل عايز ياخدني منكو عم أمر اللووايح في يا بندة عن الفسكليتات يا عم راغب ساعد الله يكرمك سيدنا النبي خلونا والنبي نكمل الجزئين دول عشان اين قل فدلوقتي عدد من اللاعبين قرروا التمرض على قدرة نادي الزمالك والشكوى في اتحاد القورة وسألوا في اتحاد القورة عن حقية فسخ عقدهم بعد عدم حصولهم على مستحقتهم منذ بداية الموسم وعدم حصولهم على مقدمات العقود نفس حد يطلع يقول لا ده كل اللاعبة خاد مقدمات العقود وخادوا كل مستحقتهم لحد آخر شهر ده ما حصلش فانا بقل فتر نظرة هو عشان ان انا ما بقاش اقول يعني معلومة واقول عندي معلومة ومش اقوله بالنسبة للكابتن فرجاني ساسي عنده ألام يعني كاد ما كده قالك عليها ألام هو كده كده مش هيلعب مباراة امبي لأنه كان ما ترد قدام المقاولين ففرجاني نجم كبير اترددت انباء عن مفاوضاته مع النادي الاهل اترددت انباء عن مفاوضاته مع النادي الاهل وكي اللاعبين عرض اسمه على المسؤولين في النادي الاهل قالوا لا مش عاوزين مش عاوزين موسيقى موسيقى